بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم لمادة الرياضيات للصف الثاني الابتدائي للتربية الفكرية الفصل الدراسي الثالث معكم المعلمة أمل التمامي اليوم بإذن الله سنكمل موضوع النمط الشكلي النمط الشكلي في البداية سأذكر أداب الدراسة عن بعد وهي الحرص على الذهاب إلى دورة المياه قبل بيد الحصة احضار الكتاب والقلم لأننا اليوم سنقوم بحل تمارين الكتاب الدراسي الجلوس بشكل صحيح في مكان هادئ حتى تستطيع التركيز مع المعلمة وأيضا لا بد أن يكون ولي أمرك بجانبك حتى يقوم بمساعدتك عند الحاجة عدم مغادرة الحصة قبل انتهاء الدرس نأتي للأهداف التعليمية التي نريد أن نحققها بإذن الله في درس اليوم أن يتعرف الطالب والطالبة على النمط الشكلي والأهداف القصيرة أن يطابق الطالب والطالبة النمط الشكلي بما يطابقه ثم يستخرج الطالب والطالبة النمط الشكلي الصحيح المطلوب من ثم يكمل النمط الشكلي بنفس النمط المعروض أمامه هذه هي الأهداف التعليمية بعدها سأراجع معكم الدرس الحصة الماضية وأخذنا مجموعة من الأشكال ومثلنا فيها نمط شكلي سواء مكون من شكلين أو من ثلاثة أو أربعة أو قد يزيد عن أربعة الآن هذا الشكل الذي أمامكم على الشاشة يمثل نمط شكلي مكون من شكلين اللي هي المكعب هذا أول شكل والدائرة هي ثاني شكل حتى أمثل نمط شكلي لا بد أن أعيد نفس ترتيب الأدوات التي استخدمتها في تمثيل النمط اللي هي المكعب والدائرة ثم أعدت مرة أخرى لترتيب المكعب ثم الدائرة أين مرة أخرى مكعب ودائرة إذن استخدمت نفس الأدوات استخدمت نفس الترتيب لهذه الأدوات يعني ما غيرت مثلا ما حطيت مثلت مثلت أو مربع لا استخدمت المكعب والدائرة فقط ومثلتها بشكل منتظم أو مرتب كما بدأتها بمكعب أكمل إذن مكعب دائرة مكعب دائرة وهكذا أيضا أخذنا مجموعة من الوسائل التعليمية اللي تشرح فكرة النمط الشكلي مثل الشكل الذي تشاهدونه الآن أمامكم على الشاشة هذا الشكل يمثل نمط شكلي مكون من شكلين طيب ما هي الشكلين اللي هي موز تفاح موز وتفاح هذا شكلين حتى أكمل نفس النمط لابد أن أعيد استخدام نفس الوسائل بنفس الترتيب بما أني بديت موز وتفاح أكمل بنفس الترتيب موز تفاح موز تفاح إذن هذا نمط شكلي مكون من كم شكل؟ كم شكل؟ أحسنتم شكلين لأن استخدمت فقط الموز والتفاح أيضا بإمكاني أن أمثل النمط الشكلي باستخدام ثلاثة أشكال أو أربعة أشكال أو تزيد حتى عن الأربعة مثلا استخدمت الآن مجسم بطة مجسم بدب صغير ثم دائرة لونها أزرق هذا نمط شكلي من ثلاثة أشكال واحد، اثنان، ثلاثة مجسم البطة واحد، مجسم الدب الصغير اثنان الدائرة الزرقاء ثلاثة طيب عشان أكمل نفس النمط لابد أن يستخدم نفس الأدوات ما أغير اللي هي أول شيء بطة ثم مجسم الدب الصغير ثم بعدها الدائرة اللي لونها أزرق إذن أنا أكملت نفس النمط بنفس الترتيب بنفس الأدوات هذا نسميه نمط شكلي من ثلاثة أشكال إحنا سوناها بالموز والتفاح شكلي هذه ثلاثة أشكال أيضا قد أزيد قد أضع أربعة أشكال الآن أمثلها بالأربعة أشكال أو حتى تزيد عن الأربعة أشكال سأبدأ بوضع خيط ثم قطن ثم دائرة لونها أحمر ثم مربع أصفر طيب الآن أنا استخدمت كم أداء أربعة أدوات أربعة أدوات خيط قطن دائرة لونها أحمر مربع أصفر طيب عشان أكمل نفس النمط باستخدم نفس الأدوات خيط قطن دائرة لونها أحمر ومربع أصفر واضح؟ إذن هذا نمط كملت بنفس الترتيب بنفس الأدوات ما غيرت ما يصلح مثلا أجيب برتقالة عشان أكمل النمط لا لازم استخدم نفس الأدوات اللي استخدمتها في البداية اللي هي الأربعة أشكال الخيط والقطن والدائرة الحمراء والمربع الأصفر واضح؟ طيب الآن بنكمل على الشاشة هذا نمط أيضا شكلي مكون من كم شكل؟ ثلاثة أشكال واحد اثنان ثلاثة ثلاثة أشكال حتى أكمل نفس النمط باستخدم نفس الأشكال الثلاثة التي استخدمتها في البداية مكعب دائرة مثلث وأكمل مرة أخرى نفس الأدوات بنفس الترتيب مكعب دائرة مثلث إذن هذا نسميه ماذا؟ ممتاز نمط شكلي من ثلاثة أشكال طيب الآن بنبدأ بتمارين الكتاب الدراسي أريد منك الآن أن تفتح الكتاب على أول نشاط في الكتاب الدراسي اللي هو نشاط رقم واحد ستشاهد فيه الكتاب الذي أمامك الآن نفس الصورة الموجودة الآن على الشاشة سأقوم بقراءة السؤال ثم أعطيكم فرصة للتفكير مع ولي أمرك الذي بجانبك بالحل الصحيح ثم سأقوم بحله سويا معكم صل بين النمط الشكل الذي أمامك اللي هو هذا هذا اللي في الأعلى طيب المكوة من دائرة مثلث دائرة مثلث دائرة مثلث أريد منكم أن تنظروا لهو جيدا وتعرفوا الأشكال والترتيب صل بين النمط الشكل الذي أمامك لهو هذا وما يطابقه يعني نفس الشكل متشابه نفس الشكل نفس الأدوات نفس الترتيب طيب من بين الصورة الموجودة في الأسفل أين هو النمط الشكلي المطابق للشكل الموجود في الأعلى يلا نبدأ نفكر مع ولي الأمر الإجابة الصحيحة ثم نعود مرة أخرى عدنا لكم في نشاط رقم واحد طلبت منكم أن تقوموا بالنظر إلى هذا الشكل الذي أمامكم وتبحثوا عن النمط الشكل المطابق للشكل الموجود في الأعلى عندي صورتين في الأسفل أين وجدتم النمط الشكل المطابق؟ أحسنتم الصورة الأولى لماذا؟ لأنها نفس الأشكال ونفس الترتيب وش معنى نفس الأشكال؟ أنا استخدمت دائرة ومثلث طيب هذه نفس الأشكال دائرة ومثلث أيضاً رتبتها بترتيب معين هذه الصورة أيضاً نفس الترتيب لاحظوا دائرة هنا دائرة هنا مثلث هنا مثلث هنا مرة أخرى دائرة دائرة مثلث مثلث دائرة دائرة مثلث مثلث نفس الأدوات بنفس الترتيب إذن متطابق هذه الصورة متطابقة طيب لو شفنا الصورة الثانية هل هي متطابقة؟ لا لماذا؟ لأنه لم يستخدم شكل الدائرة أين الدائرة؟ لا توجد دائرة هنا إذن ليس متطابق الشكل الثاني لا يعتبر نمط شكلي متطابق مع النمط الشكل الموجود في الأعلى واضح؟ إذن هذه هي الإجابة الصحيحة لنشاط رقم واحد تأكدنا من الإجابة؟ ورسمنا خط مائل ممتاز طيب يلا الآن اقلب الصفحة على نشاط رقم اثنان نشاط رقم اثنان السؤال يقول صل بين وحدة النمط الشكلي وما يطابق هالمرة حط لي ثلاثة أشكال اللي هو واحد اثنين ثلاثة وحط لي نموذج من النمط الشكلي الموجود في الجهة الأخرى هنا مربع كبير ومربع صغير يبغاني مثلا أبحث عن نفس الشكل هنا عندي متلت متلت بعد مربع هنا عندي دائرة ثم متلت أبغى أبحث عن نفس الأشكال انظروا أول شيء للصورة الأولى وابحثوا عن الشكل المطابق لها ثم الثانية ثم الثالثة يلا نبدأ نفكر بالحل الصحيح ثم نعود مرة أخرى عدنا لكم في نشاط رقم اثنين المطلوب بين وحدة النمط الشكلي وما يطابقها طلبت منكم أن تبدأوا بالبحث عن الأشكال أو النمط الشكلي الصحيح المطابق للأشكال في الجهة المقابلة أبدأ بالصورة رقم واحد المكونة من دائرة مثلت دائرة مثلت دائرة مثلت أين هي من بين هذه الصور الموجودة في الجهة الأخرى؟ النمط المطابق اللي استخدم نفس الأشكال اللي هي الدائرة والمثلت أحسنتم الموجودة في الأسفل هذه دائرة ومثلث إذن هذا النمط متطابق مع هذا النمط لأن نستخدم نفس الأدوات دائرة أو نفس الأشكال دائرة ومثلث وهنا نفس الشيء دائرة ومثلث طيب ننتقل بعدها للصورة الثانية إيش استخدم؟ مربع كبير ثم مربع صغير لون أصفر مربع كبير لون أحمر ثم مربع صغير لون أصفر مرة أخرى آد نفس الترتيب مربع كبير لون أحمر ثم مربع صغير لون أصفر طيب من بين هذه الصور الموجودة على الجهة الأخرى أين هو النمط الشكلي المطابق له اللي استخدم فيه نفس الصورة اللي هي المربع كبير ومربع صغير أين هي؟ أحسنتم هذه الموجودة في الأعلى هذه اللي أشير إليها الآن عندي فيها مربع كبير لون أحمر ومربع صغير لون أصفر نفس الصورة استخدم فيها نفس الأشكال اللي هي الصورة رقم 2 مربع كبير لون أحمر ومربع صغير لون أصفر إذن متطابقة هذه الصورة مع هذه الصورة ماذا فعلناه الآن؟ سنرسم خط مائل بينه وبين الصورة المطابقة طيب نأتي للصورة الأخيرة رقم 3 شوفوا الأشكال المكونة مثلث 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 مربع ثم أعاد نفس الترتيب مثلث مثلث مربع وين الشكل المطابق لها من الأشكال النمط الشكل الموجودة في الجهة الأخرى؟ ممتاز الصورة الموجودة في المنتصف لماذا؟ لأنها نفس الأشكال مثلث مثلث مربع هنا نفس الشيء مثلث مثلث مربع إذن هو نمط شكلي متطابق مع الصورة الموجودة في الجهة الأخرى؟ ماذا سنفعل؟ سنرسم خط مائل بينه وبين الصورة الأخرى يلا نرسم الخط الآن المائل بينه وبين الصورة الأخرى طيب إذن الآن انتهينا من نشاط رقم 2 وهذا هو الحل الصحيح لنشاط رقم 2 لأننا نوصلنا كل شكل أو كل نمط شكلي بما يطابق في الجهة الأخرى سأتوقف عند هذا النشاط بإذن الله في الحصة القادمة سنكمل أيضا حل تمارين الكتاب الدراسي وبعض التمارين الخارجية التي ممكن أن تساعد على تعميم المهارة الآن جاء دورك عزيزي ولي الأمر بتعميم المهارة مع الطالب والطالبة في المنزل من خلال استخدام الأدوات المتوفرة في البيئة المنزلية مثل ما استخدمت مثلا الأشكال الهندسية الدائرة والمربع والمثلث لتكوين نمط شكلي استخدمت مثلا الخيط والقطن كل هذه الأمور أتوقع أنها متوفرة في البيئة المنزلية بإمكانك أنك تستخدمها لتعميم المهارة مثلا تكون جزء وتطلب من الطالب أن يكمل الجزء المتبقي لهذا النمط بنفس الأدوات بنفس الترتيب هنا أنت قاعد تساعد على تعميم المهارة بإذن الله أراكم في الحصة القادمة كانت معكم المعلمة أمن التمامي مع السلامة